اللهم يا ربنا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوية كل ضعيف ويا ناصر كل مظلوم ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير وقضي حوائجنا ياذا القوة المتين اللهم اصلي على محمد وعلي محمد اليوم راح ابلش اشي الفراش ونظف مناسبة العيد 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 انا اختش وياقين شدت اهزام وبلشت بالامداد نكت 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 راح اطلع هاي الغراب كلها برا حتى اغسله الفراشات لان هذا من قبل رمضان سديت بابه المظيف مالتنا يعني مو الاستقبال احنا عدنا مستقبال داخل البيت وعدنا مظيف خارج البيت القسمة سيقولون القسم منكم شنو المظيف المظيف يعني اكون منكم يسمونها ديوانية هذا مخصص للعزائم للزوار فترة الزيارة الي يجون فهس من قبل رمضان ساعد دبابل يعني ما قدرت انطفه وقلت هسا وقت انو انا انطفه فهاي الفترة كيلها يعني وقليل جانا خطار فبديت اشيل الفراشاته وطلحين برا وهذا حمود ابن اختي قاعد يساعدني وقاعد يشيلوهاي الفراشات هسا شي اريد منعشكم راح تشيلكم قصت هاي المتابعة اريد منكم قبل لا تسمعونها توصولي هذا الفيديو عشرة لايك تخلو لي لايكات بداية رسالتها طبعا رسالتها كلش طويلة مساء الخير وميقين حبيبتي شنو اقول مقصر مقدمة لدعاء كامل انا وقلت اللهم صلى اليوم شنو انا مساوية يعني شنو هذا الدعاء لماذا هاي بني قاعد العيني خلنا شوفانا شو بساوي اليوم في المهم وميقين عزيزتي انا احكي لش قصتي صارت وياي انا من الزوجة صارت 18 سنة بدون اطفال وراجعت تشقيد حتى سافرت خارج العراق قالوا لي ما عندك يعني عقم ما يصير وبصت فيه شفت القناة مالتج ونعجبت بالمحتوى وشفت الفيديو وسولفتي بيش لون رزقتي بيقين الله يحفظها وطبعا احنا كل احنا اخوان وما كنت افرقى ان شاء الله انا من ابناء العامة يعني سنية يعني سنية يعني سنية شعية اي انا اشرفوا كل متابعيني الموجودين بقناتي اي شي تانو اه المهم واني من شفت الفيديو ومالت شلون سيدنا علي رزقتي بيقين انا طلبت منه مثل مانطاج وفرحت شنطيني لان انا معيسة من نفسي والديكاتري قال يلي عدت عقم وثمنطعش سنة يعني مو شوية واني طلبت منه مثل مانطاج وفرحت شنطيني وطلبت حملي منه وبيوم واحد وعشرين رمضان يا سبحان الله شوفوا بنات العبرة شلون والقصة شلون يعني بيوم مفات الامام علي عليه السلام وبرؤية بحلم وكان يدخل سيدنا علي عليه السلام وانتوا يقين وياي وانطاني ملابس اطفال وقال ذني مني هدية مثل ام يقين انطيتك وسيدنا علي طلبوني اقول لك وسولف لك الحلم والله العظيم يا اخيتي مام صدقي ربي يعني شاقول ام يقين قليل بحقك ربي سهلتك والله العظيم اللساني عاجز شلون اشكرتك يعني هاي الرسائل انا بعد هي الدعوات تلقونها بناية الفيديو الرسالة اللبنية موجودة فيعني انا ان شفت يتشي وحدك كذبر جسمي والله عظيم وبوتشيت وساعة وان قرهت الرسالة توجهت نعوه الامام علي وشكرت الرب العالمين والحمد لله وشكر يا رب العالمين فهيه احسا بديتنا ننزل بالبرد بفرشة ما سحى عديش عادي تقدرين تنزليهن وراح اخذن اكومهن اخذن بعدين للغسل فبنات ان شالله اي وحدة محرومة من الذرية عندها حاجة توجه الرب العالمين ثم اهل البيت وان شالله ما يقصرون عنهم وان شالله ابواب الدعاء مفتوحة برمضان ان شالله الله ما يقصروا ياكم والله العظيم يعني فرحت لها فرحة ما تنوصف بقلبي ليه انت عارفون معانات 18 سنة ترامو شوية ابسط شي اذا تحللين كل فترة وماكو حمل ايش يصير بالنش مو انو بقايلي لها عدت عقم وطالع الخارجة لا فالحمد الله رب العالمين ربه يهم يريدي راوينا وهم يريدي راوي البشر شلون صبره يريدي يشوفه فالحمد الله وشكر ان شالله الله يرزق كل محروم بذريه صارحة بحق الحسين بحق الامام علي ان شالله المهم استشوفه هاي وقت السحور يعني السعب ثلاثة كليش متاخرة بالتنظيف جبت هاي السعفة عدنا حطة للتنور الطين وجبتها من عدة السعف تسعيف مو طبيعي تخليلي سلحات بدان ما بيض اسود لا والله العظيم منات في العكس ما تخلي لا تراب لا عن باكوت عن كبوت ايه المهمة هسا بديت اسعف بيها طبعا هاي المضيف هو شوية مسعفة عن بيتنا بعدين جبت البورات كلهم ذبيتهم كل وحدة ذبيتها بالغسالة على وحدة وحدة لحد ما غسلا هسا اخليت ماء و تايت و بديت اخليه طبعا كلش تدقال اذا اخليه ان كنين قلت اخلي وحدة وحدة احسن ايه والف الحمد الله و شكرا رب العالمين والله اني الفرحة ما اعرف شين اخوه لا اعرف اللي بناي لا اعرف ولا اشي يعني صدفة مراسلت من يمي بيتشيت و بنفس الوقت فرحت و شغلة ثانية طبعا انا ما افرق باي متابعة اللي كانت السنية الشيعية كردية كل الهلة بها اشرف بكل متابعيني الموجودين بقناتي حياهم والله و خلي اعتبروني مثل اختهم الله شاهد ما عدي اي تفرقة بيناتكم فهسه بديت اشطف الناب هاي المعجانة و بعدين اخليهم بالنشافة و هكذا لحد ما خلصته نغسل طبعا هذا التنظيف اخذ من عدي يومي لان بالنهار اعطش حيل فما اقدر اشتغل اشتغل بس باليال وهنا راح اخليهم بالسلة و انا بهاي الاثناء خليت السوري على انستا بنات الانستا ثبت اول تعليق اذا حبي نظيفوني انشر بي يومياتي و يومياتي يقين تقدرون نظيفوني اي فنشرته انا انظف فجاء انا واحد من التعليقات شنو تقول شنو اتي خدامة تجتغلين لعيالتي اتي فاني شي احب ارد عليها طبعا انا مو منعاتي ارد على التعليقات السلبية الحمدلله و شكر تجي واي تعليقات سلبية وتعليقات ايجابية السلبية انا ما ارد عليها اعتبرها حالها من حال اي تعليق يجي و اروح بس اشوف خطيه يعني اقرأ ترى كل شي يوصل بالقناة كتبونه اقرأ اشوف يعني مرات كتبا البنات يعني المتابعات يردنا على التعليقات السلبية انا اعتبر الكلمة و انا ما هي التعليقات السلبية يعني ذات حلقين تعليق سلبية هو يعكس عليك و اذا تعليق ايجابي هم يعكس عليك والاخلاقش وترويتش الكلمة الطيبة صدقة اش حلاتها لما انتكتبين تعليق حلو وتعليق يخبر هس انا بديت اكنس بالماشة المهم هذا ليس موضوعنا اليوم موضوعنا للأسف بعض الاخوات او البنات يعتبرن نفسهم اذا يشتغلون بيت العيال يعتبرن نفسهم ان هاي خدمة وما يصير يشتغلون بها لا بالعكس احنا ليش نخلي هذا التفكير السلبية يؤثر علينا وعلى نفسياتنا لا بالعكس المفروض ما نفكر بهذا التفكير خلي شوية يعني تفكيرنا يختلف تدرون البنات جان التعليق من احد الخات يقولون اخلي عيالي يحبوني تدرين شي اقليتش اشون دخلينهم يحبوني اول شي يحبوني طبعا هي المحبة من رب العالمين بس شلون راح يحبوني اكيد يحبوني اذا اتش انتوا طيبة اخلا وياهم واعتبرهم مثل ما تعتبرين اهلك وشوفوا شلون راح يحبوني خليش طيبة ويلعمة ويلعمة ويلحمة ويلحمات حسب كل من ما هو منطي مثل عمره ومثل حجمه اما بالنسبة للشغل اول شي انا اقلش احمدي الله وشكري مو مرة الف مرة ليش لان الله منطيك عافية وصحة وغيرتش يتمنى يقوم ويشتغل ويجيب بس غلاس ماء النفس على هاي العافية الحمدلله وشكري رب العالمين على العافية اذا كان عدة عمه مثلا مرة شبيرة يعني دائما خلي اموك ببالك انتي مثل ما تعاملين هي عاملي اموك او مثل ما اموك قاعد تتعامل انتي قاعد تتعاملين بهذا الطريقة قاعد تتعاملين اموك ودائما انتي من تشتغلين شغلة وحدة لا تقولين مثلا هاي كافي واني مخدامة عندهم لا حشاتش تتمنى الخدم انت جاي تشتغلين حتى تعيشين ماكو بها اليوم واحد يقعد وتجي اللقم الحلقة لا لازم تشتغلين احتمال بيت ابوك مدللة صح البنية بيت ابوها مدللة لان ماكو بالدنيا مثل دلال الاهل اذا تقولين اشتغل بس ما يغزروا ياهم عيالي وما يستاهلون ومو بعينهم اقلتش الله يهديهم ان شاء الله عليتش لابد ما يجي يوم مرات الانسان ما يعرف خيره اذا ما يجربون غيره مرات الانسان تدرينا اولا راح تكبرين بعين زوجتك وبعين عيالت كلهم اذا يشوفونت انسانة طيبة وحبابة وما عندت ايشي وياهم عيشي حاليت من حالهم لا يعني مثلا تشيرين حقد او كره على واحد وشوفوا حياة الشو راح تعيشين مرتاحة احسن ما الحقد والكراهية والمشاكل هل ترى المشاكل عمرها ما رادت والله يتفينا ويتفيكم شر المشاكل ان شاء الله يعني حتى ويمرت الحمة دائما خليتش مسالمة احسن ما ظلينها اي حطيتليها هاي سوتليها ايش يا جهالة وهكذا حتى تعيشين مرتاحة انت تجربوا هذا الشي وشو هي وهسا قاعد يعني بالليل قاعدة اغسل بالامداد ذني اختي قاعدة رشويات طبعا دائما نسلوني بيت اختي بعيد لو قريب لابنات بيت اختي كلش قريب عليها بصف هذا المضيف هسا انا وياها قاعدين نغسل الامداد ذني ايش الامداد مالاته ما اعرف اذا بعدكم مشاهدون الفيديو او ضجتوا او مليتوا من كلامي انا اعتذر طبعا كلام يعني اذا شوفون بي ايشي واتمنى معتكم اذا الهنا مواصلين تخلونا لك تشتركونا بقناتي اهلا وسهلا لكل متابعين الموجودين واعتذر منعتكم عن التأخير وان شاء الله راح اصور لكم بداية العين وان راح نروح وان نرجعو لو هي حاضروا الاوضاع مو تمام بس ما ادري ان شاء الله صور لكم روتين او اليوم العيد ان شاء الله اذا الله سهل واسه انا طبعا بعد المستمره بالغسل يانبين تايت وزايا خليت الهين تايت وزايا واسه انا قاعدة الدبلج ودعا تدرون بي من الدبلج اكون صعي ما احسر يجي بس اليوم طبعا جو كليش كليش حار حتى الشمس ما اكو عدنا فكر بلا شو مغاي ما مذري ليش يمكن لي ان حارة هسه بعد ما خليتهم هنا اعدين قجبت صنده حتى يوشي الماء يمالتهم وبعديا راح اشرهم رجعت هنا دخلت صنده وبديت اغسل بالماطور مشغلته طبعا نشوف شون سريع الماء سريع وقوي احسن ما قلت اجيب لي معجلة وظلو انا عنس بي وهي يعني من زمان ما مغسول فاكيد اذا ما صنده وماء ما ينضف منه تحب الغسل بالصنده اكيد هواي متابعات يحبون الغسل الصنده اللي يعني يحسونه ما يشلع القلب وغسل له بسرعة ونها بعدين بديت الماء سحر واقع ومستمرة انا اشوف بالماء طبعا طلع وجهه من غسلته وندخلت له الصنده وهسا انتظره بين ما يشف جبت البرد راح اعلق البردات طبعا الحلقات نصها واقع اللي بالغسالة واللي بالمضيف وتعاجزت منعتهن اشكلهن فراح اطبق هنا باي الطريقة وارتع اشكلهن نا شويان مسرع الفيديو لان الفيديو كلش طويل تدروني وهذا الدرج المخلي تعمى طاق اللحيمة خفت من عندك اللي تخاف اصعد ولان واقع بيه وخوش سال فانه تمكسر ايدي لو رجدي بس لا احاولي تعتمد على الشباك سويتن بهاي الطريقة وراح اصعد هنا وكلهم رجعتهم كل من الشباك اشلون ما اول ما تانن يعني بعدين رجعت هنا المكان الورق ما رسلتهم كملت منهن وسراح تشوفون بالنهاية اشلون صانع طبعا اكيد طلعن نظيفات وطلعن جدد هس استعانيته الشباك وخليت استتعى الشباك هنا علقتهن وكملتهاي البردق لولي شنو رايكم وبعدين اصعدت للوحات اميت مساحتهن الايات القرآنية ما قدرت انزلهن قد خاف انزلهن واتورط ما اسيطر عليهم لان ما اكو اللي يلزم لياهن فهنا وفوق نظافتهم ومساحتهم وبصلة وملمع ما لجا هنا مستمره طبعا بالمسح وطلعن يلمع اللمع هسا بعد ما كملت تنظيف جوهن شغيتهم من السحون وجيت الظهر راح ادخلهن للمضيف طبعا ناش فاث وهسا راح افراشن وكل من ياخذ مو ثانه احسن له خليت بس من نام ونام داد وخليتهم خاد وها هي هذا كان فراشن مضيف اتمنى يكون شان حافز لكم هذا الفيديو حتى ليصير لكم صراحة ما كواهس كلش للتنظيف ماذا لي اش يمكن اللي انصايمين وما عندنا طاقة وما عندنا قوة فالحمد الله وشكرا رب على كل حال ما بقى شي رمضان وراح يخلص جنه ولا حس ينبي قضيناها يعني ما ادرا يحس المرة رمضان في ساعة خلاص فهاي هنا فراشتهم كلهم وهسا راح اخليهن مخال اشترى واخر فقر اساوي انها يا اما تخلي المعطر يا اما انا شنو راح اخلي عدعودين بخور راح ابخرهم واسد المضيف واسد شبابيك وارجع البرد واطف الضواء ونطلع ونقلكم مع الف الف سلامة يا يابا هنا صوت انتهى اطبق اتمنى هذا الفيديو اعجبكم واذا اعجبكم الفيديو لا تنسونا من لايك واشتراك مليون اهلا واسعينك المتابعين الموجودين بقناتي حياكم الله وساقلونا شنو راحكم بعد ما خلصت الديوانية او المضيف وهنا اذن الامداد خليتنا بنهايتهم ومع الف الف سلامة بنهاية اقر الرسالة من المتابعة لا تنسونا بيبايستادعكم والله انتظرونا في فيديوهات جديدة اشتركوا في القناة